طالب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل كذلك على وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أن الرد الحقيقي والفعال على هذا العدوان يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وإنهاء الانقسام كما أشار إشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباسي وصل اتصالاته لوقف العدوان على غزة ناعيا الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلية تواصلنا مع الأمم المتحدة وهذا العصر هذا اليوم سوف نتواصل مع الصليب الأحمر من أجل تكليف الأمم المتحدة والصليب الأحمر وكذلك بالتنسيق مع إخوتنا في مصر العربية سوف نستخدم معبر رفح من أجل توصيل كل المساعدات التي يحتاجها أهلنا في القطاع الاتصالات جارية على مختلف الصعود كما ذكرت وبشكل أساسي في مجلس الأمن وهناك تعنت إسرائيلي كبير في هذا الموضوع وإسرائيل ترفض وقف العدوان ولكن هناك جهود كبرى من المجتمع الدولي أعضاء مجلس الأمن بشكل أساسي وكما ذكرت هناك جلسي لمجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن جميعهم يطالب بوقف العدوان فوري وكذلك هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف دول العالم من جميع العواصم هذه العواصم نددت بهذا العدوان على أهلنا وأعتقد أنه إن شاء الله سوف يتم وقف هذا العدوان والجهد الذي يقوم به الرئيس والجهد الدولي سوف يأتي بنتيجة